حطمت أغنية أول تان رود لفنان الراب لين نازيكس رسمياً الرقم القياسي لأطول فترة على رأس مبيعات الاصطونات في الولايات المتحدة مع 17 أسبوعاً متواصلاً الأغنية لها قصة ملهمة لأن اللحنة اشتراه المغني الشاب ب30 دولاراً فقط من ملحن مقيمة في هولندا وغيرت الأغنية مجرى حياة مغني الراب اللي كان عايش قبل شهور عطلاً عن العمل اشتركوا في القناة